التقى وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري برياسة وعضاء الهيئة العليا لمرجعية قبائل حضرموت وناقشا لقام مجريات الأحداث والوضع الأمنية والسياسية والخدمية وتدعياتها المحتمل على الأمن والاستقرار الذي تنعم به مديريات وادي وصحراء حضرموت واستعرض وكيل المحافظة لجهود المبذولة من قبل قيادة السلطة المحلية والإجزاء الأمنية والعسكرية مواضحا رفض السلطات كلما مشانه الإخلال بحالة الاستقرار الأمنية وضرب النسج المجتمعي الذي تنعم به حضرموت داعينا لجميع لنبذ التصرفات والأفعال الدخيل على أبناء محافظة حضرموت والتي تزعزع السكينة العامة والتخلق حالا من الإرباك الأمني والخدمي ترجمة نانسي قنقر